بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أقدم لكم هذا المقطع القصير الذي تم إعداده ضمن الإمكانيات المتواضعة من حيث التصوير والتكبير إلى آخره هذا المقطع يتحدث عن ما يسمى The Access Cavity of Maxillary Central Incisor أو ما يسمى حفرة المدخل للثنية العلوية في الحقيقة هناك بعض النقاط التي يجب أن نركز عليها لذا أحببت أن أدرج هذا المقطع ضمن مجموعتنا مجموعة طب الأسلام مباشر هذا المقطع سيتضمن لعديد من النقاط الدقيقة التي يجب أن نراعيها في أثناء تحضير حفرة المدخل الرأي المدرسة الأولى تقوم برسم خطين عموديا كما سنشاهد بعد قليل على السطح اللساني للسن أو Lingual Surface بحيث تقسم هذا السطح إلى ثلاثة أجزاء متساوية إذن نرسم خطين عموديين تقسم السن إلى ثلاثة أقسام متساوية ثم بعد ذلك نرسم خطين أفقيين لعمل تقاطع مع الخطين العموديين فيتشكل لدينا بينهما مربع مركزي هو المكان الدقيق لإحتواء حفرة المدخل كما سنشاهد الآن بالرسم إذن هنا بداية رسم الخطين العموديين ثم بعد رسم الخطين العموديين نتوجه إلى رسم خطين أفقيين يقسمان السطح اللساني أو Lingual Surface إلى ثلاثة أقسام أيضا والتقاطع بين هذه الأقسام كما سنشاهد الآن هو يتشكل لدينا ما يسمى المثلث المركزي في هذا المثلث المربع المركزي نقوم برسم مثلث هذا المثلث هو عبارة عن الشكل التقريبي أو الأقرب للنهائي لحفرة المدخل طبعا الآن يتساءل البعض لماذا نقوم بعمل حفرة المدخل بشكل مثلثي علما أننا يمكن أن ندخل إلى الكنل بشكل دائري أو بشكل بيضاوي حقيقة هذا الكلام صحيح يمكن لأي منه أن يدخل فيل إلى داخل القناة الجذرية بشكل أقرب للمستقيم من خلال فتحة صغيرة فوق السنجولم لكن الفكرة من التمديد أن الـ Central Inciser في هذه الزاوية وفي هذه الزاوية هنا لدينا ما يسمى Pulp Horn وهنا لدينا ما يسمى Pulp Horn وبين الاثنين وبين النقطة هذه الرأس المثلث لدينا البلبيت شامبر البلبيت شامبر مليئة بالسوفت تيشو عندما نريد أن ننظف البلبيت شامبر من السوفت تيشو يجب إزالة كامل هذا السقف أي هذا الشكل المثلثي إزالته بشكل جزئي تؤدي إلى بقاء النسج داخل السن أو داخل البلبيت شامبر وقد تؤدي مع الزمن إلى ما يسمى Discolleration الآن آلية الدخول إلى البلبيت شامبر تبدأ بأن تكون الراوند بير نمبر تو أو نمبر فور تدخل فوق السنغلوم يمكن أن نتحسس السنغلوم بالراوند بير ثم ندخل أعلى هذا السنغلوم في هذه النقطة هنا ثم ندخل بمقدار 2 ميليمتر عمودي على lingual surface 2 ميليمتر عمودي على lingual surface كما نشاهد الآن إذن نتلمس السنغلوم أعلى السنغلوم تماما ندخل في هذه النقطة بمقدار فقط 2 ميلي وبشكل عمودي على lingual surface عمودي على lingual surface بعد ذلك نغير اتجاه البير بحيث تكون parallel with the long axis of the tooth أي بموازية للمحور الطولي للسن حتى نصل إلى داخل البلبت شامبر ونشعر بما يسمى drop in effect drop in effect أي حركة السقوط داخل مكان مجوف فارغ كما حدث الآن بعد الانتهاء من عملية الدخول داخل البلبت شامبر يجب أن نتأكد هل فعلا هذا الشعور أو ما يسمى drop in effect هو حقيقي فعلي أم أنه لسبب ما في الأسنان التي نستخدمها فما المطلوب مني الآن المطلوب مني أن أقوم بفحص هذا الانكشاف أو ما يسمى exposure استخدام ما يسمى endo explorer endo explorer ويمكن أن نستخدم small sizes of files للتأكد تماما من هذا الانكشاف الآن ممكن أن نأخذ operative explorer ندخله داخل الكافيتي الذي حدث ثم نبدأ بالتمرير هذا explorer على الجدران والشد نحو الخارج ففي حال وجود إعاقة أو ما يسمى catch يجب أن نقوم بإزالتها الإزالة تكون إما بالround bear أو بالendo z bear طبعا هذا فيه آراء كل يفضل طريقة وكلها موجودة في المراجع العلمية المعتمدة الآن في هذه الحالة سنقوم مثلا بعمل extension فرضا ب ما يسمى بالendo z bear هنا نعود فقط لأتأكد مكان الكاتش هذا هنا مكان يوجد فيه إعاقة فيجب أن أقوم باستخدام الendo z بالتمديد التدريجي ودون الحفر العنيف للجدران أو التحضير العنيف للجدران إنما فقط في الأماكن التي يوجد فيها catch أو فيها إعاقة أي يعني يوجد تحتها نصج لوبية أو pulp tissue نقوم بالتمديد إلى هذه الأماكن طبعا هذه الزاوية سنقوم بإنجازها في مثلا distal side مثلا وأيضا سنقوم بنفس العملية في الميزيل side في الأكلوجل أو في الأكلو في الإنسايزل عفوا وفي خلف السنجولم لنتأكد تماما من أننا قمنا بعملية تنظيف كامل لسقف الحجرة اللبية أو ما يسمى zero of the chamber هذا المثلث الذي حدث أيضا يحتوي تحته نسج لوبية فنقوم الآن بإزالته الآن الجدران تقريبا أصبحت أقرب إلى الملساء في بعض الأماكن قد يكون فيها catch يجب أن نقوم بعملية تنعيم خفيف للجدران لإزالة أي مناطق فيها catch طبعا عندما نقول تنعيم أي smoothening ففي هذه الحالة يجب أن نقوم فقط بتمرير الbear على الدنتين دون أبدا أي ضغط أي دون القصد لعملية حفر الآن نمسح الخطوط التي قمنا بإنجازها ويمكن أن تتأكد الآن من تحقيق ما يسمى straight line access أي أن الفايل يجب أن يدخل إلى نهاية القناة المستقيمة طبعا بشكل مستقيم أو إلى نقطة انحناء الجذر في حالة الأقنية المنحنية بعض الآن هناك بعض الحالات طبعا هنا ممكن نقوم بالتنعيم في حال كان هناك تشوهات طبعا الغاية ليست رسم مثلث إنما هي فقط إزالة الشذذات أو ما يسمى irregularities هذه النقطة التي سننبه لها نحن يجب قبل أن نقوم بهذه النقطة أن ندخل الbear داخل pulpit شامبر ونقوم الاندوزيد طبعا ونقوم بتنظيف الدنتين خلف السنجولم ما هو الدنتين الموجود خلف السنجولم هنا من الداخل يسمى lingual shoulder نقوم بزالته أما باستخدام الاندوزيد أو باستخدام الget secret empire في حال فعلنا كل هذا والفا يدخل بشكل مائل يمكن وبعض الحالات القليلة أن نقوم بعمل بذل بما يعادل واحد ونصف مليمتر على الانسايزل وال الانسايزل وال نقصد فيه الانسايزل وال of pulp the chamber هذا هنا الاندوزيد طبعا دائما نبدأ بزالة الاندوزيد وبعد ذلك إذا اضطرنا نقوم بعملية البيفل أي بعكس العملية التي قمت بها الآن ولكن أنا شرحت الآن الاندوزيد حتى نعلم الطلبة كيفية تزالة هذه النقطة بحذر يجب أن نصل إلى المرحلة النهائية وهي street line access وهو تحقيق ما يسمى المدخل المستقيم إلى داخل